السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأولي الإعدادي النهاردة إن شاء الله معدنا مع حل كتاب المعاصر يون 12 اللي هي بعنوان my future وللسه أول مرة يتابعنا نشرح جرامر اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت بالكامل من كتاب المعاصر وجام تقدروا دبعا تدخلوا على القناة وتتابعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو اشتراكوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا إن شاء الله دعمكم مهم جدا لينا لأنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في page 269 ده vocabulary exercise على الدرس الأول والدرس الثاني نبدأ كده مع بعض بيقول لي The scientists did lots of tests in the not العلماء بيؤدوا الكثير من الاختبارات فين في البنك ولا البراتوري معمل ولا فانفير ملاهي ولا library مكتبة طبعا هم بيؤدوا اختبارات في اللابراتوري المعمل Amr's uncle is a famous not he designs the new buildings بيقول لي هنا عم عمر الأبستورو في SD للملكية هو اي مشهور هو بيصمم مباني جديدة يبقى هو writer كاتب ولا architect مهندس معماري ولا dentist اللي هي طبيب أسنان ولا computer programmer مبرمي computer طبعا هو architect scientists do a lot of not to help the planet العلماء بيؤدوا الكثير من ايه لمساعدة الكوكب research بحث plays مصرحيات اكتس طبعا يمثل ولا جمز ألعاب عندي بيؤدوا الكثير من research اللي هي الأبحاث my uncle علي is a not he has many projects and a big company طبعا عمي علي هو ايه طبعا هو عنده الكثير او العديد من المشروعات وكمان شركة كبيرة يبقى هو photographer مصور engineer مهندس businessman رجل اعمال ولا writer كاتب طبعا هو businessman an engineer is a person who not machines and engines المهندس هو الشخص اللي بيعمل ايه مع الالات والمحركات plays يلعب acts يمثل designs يصمم cocks يطبخ طبعا هو designs بعد كده بيقولي I not living in the countryside to living in the city عايز اقولي ان انا بفضل الحياة في الريف عن الحياة في المدينة يبقى I prefer prefer اللي هي معناها يفضل اما عندي refer معناه يشير design يصمم study يدرس او يذاكر بعد كده بيقولي I like computer so much بحب الكمبيوتر جدا I hope to work as a not in the future انا بقى اتمنى ان انا اعمل كايه في المستقبل كاكتور ممثل ولا dentist طبيب اسنان ولا computer programmer مبرمج computer ولا دكتور طبيب طبعا هو بيحب الكمبيوتر يبقى هو عايز يشتغل ك computer programmer a famous scientist not to teach us about our planet عايز اقول ان معالم مشهور نقط ان هو يعلمنا عن كوكبنا kept حفظه ولا volunteered تطوعه ولا spend قضاء ولا tested اختبر طبعا هو volunteered تطوع طبعا ان هو يعلمنا عن كوكبنا aymans hobby is taking photos هواية ايمان برضو الابستوره في اس هنا للملكية هواية ايمان هي التقاط الصور he wants to be a not هو بيريد ان هو يكون ايه؟ dentist طبيب اسنان business man رجل اعمان ولا engineer مهندس ولا photographer مصور طبعا هو بيحب التقاط الصور يبقى he wants to be a photographer نكمل في بيج 220 heba works in a bank heba بتعمل في بانك she is a not هي ايه؟ actor ممثلة accountant محاسبة teacher معلمة nurse ممرضة يبقى هي an accountant هي محاسبة the not of the car doesn't work well I need a mechanic ايه السيارة اللي يعمل جيدا وهو محتاج الميكانيكي يبقى طبعا ال engine اللي هو المحرك اما الدور الباب glass and jack tires اللي هي الاطارات the person who studies the ocean and the plant is an animal in it is cold يعني الشخص اللي بيدرس المحيط والنباتات والحيوانات الموجودة فيه هو بنسميه انجينير مهندس a marine biologist عالم احياء بحرية a dentist طبيب اسنان دكتور طبيب طبعا هو a marine biologist a not is a person who studies or works with science هو الشخص اللي بيدرس وبيعمل في العلوم هو scientist اللي هو العالم بعد كده بيقول لي why not him to be careful with the knife عايز اقول ان انا حذرته او نصحته ان هو يكون حريص مع السكين يبقى I advised him يعني صح advised معناه نصحة اما revised راجع ووق دماشا viewed اللي هي طبعا نظرة او طبعا شاهدة it's really important to not after our planet عايز اقول من المهم ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا يبقى هي look after اللي هي معناها يعتني به نكمل في page 271 ده الجزء الخاص باختبار مضا اتكامك كده للمفردات اه بيقول لي why do you want to be لماذا تريد ان تكون طبيب طبعا اللي هي دكتور طبيب اللي هي دكتور ليه عايز تكون دكتور طبيب to help عايز اقول لي سعد المرض المرض اللي هي sick people what about your mother وماذا عن والدتك she is here عايز اقول ان هي معلمة معلمة اللي هي teacher بعد كده بيقول لي why do you want to be لماذا تريد ان تكون مهندس مهندس اللي هي engineer to not machines عايز اقول لي يصمم يصمم اللي هي design ليصمم الات is your father a not هل والدك رجل اعمال رجل اعمال اللي هي businessman is man قال له no he is عايز يقول له طبيب اسنان اللي هو dentist السؤال الثاني ده سؤال الديالوج طبعا مهم جدا ان احنا نقرأ الديالوج كاملا من العنوان اللي هو ده الى نهاية الديالوج نقرأ كده الاول بعد ان نفهم بعد ان نبدأ نجاو بيقول لي رانا is talking with احمد about jobs رانا بتتكلم مع احمد عن الوظائف فاحمد بيسألها what is your father's job ايه وظيفة والدك نكمل علشان نعرف فردت عليها ايه سألها سؤال اتلو هو بيعتني بالمرض يبقى ايه وظيفته يبقى طبعا هو طبيب عرفنا منين لما كملنا اذلك احنا لازم نقرأ الديالوج كاملا عشان نعرف نجاوب صح سألها سؤال سألها سؤال هو بيعتني بالمرض يبقى عايز اقول ماذا يفعل ما او ماذا هي what سؤال في المدارع البسيط يبقى استخدم الفعل المساعد does what does he do يبقى he looks after sick people does your mother work هل والدتك تعمل طبعا احنا لما كملنا لقينا ان هو بيقول لها هي تيتشر يبقى هي بتعمل يبقى yes she does طبعا شلنا your mother وعوضنا عنها طبعا بشي وننزل بقى does يبقى yes she does سألها سؤال هي معلمة يبقى عايز اقول ايه وظيفته what's her job هي بتعمل بقى ايه وظيفته اعتله she is a teacher فبيقول لها do you want to be a doctor or a teacher هل تريد ان انت تصبحي طبيبة ام معلمة طبعا هي هنا ممكن تستخدم اي حاجة ممكن مثلا تقول i want to be مثلا a doctor او a teacher اي حاجة منه to be a doctor مثلا اريد ان اصبح طبيب السؤال التاني ده برضو سؤال ديالو بيقول لي سارا و هلا بيتكلموا عن طبعا وظيفة الوظيفة المستقبلية او او اظيفة الاحلام بتاعتهم فسارا بتقول لها how are you هلا كيف حالك اتقول لها طبعا سؤال سهلا i am fine thank you انا بخير شكرا لك ده سؤال طبعا اجابته معروف i am fine thanks او thank you سألتها سؤال قالت لها i'd like to be an engineer اود ان انا اكون مهندسة طبعا هنا عايزة تقول لها ايه ماذا تودي ان تصبحي what would you like what would you like to be ماذا تودي ان تكوني مثلا قالت لها i'd like to be an engineer عايزة اكون ايه مهندسة فصارا بتقول لها is your father a teacher هل باباقي طبعا مدرس فردت قالت لها ايه فصارا قالت لها a dentist طبيب اسناني طبعا هنقول no الاجابة طبعا هو مش teacher هو مش معلم he is a dentist هو طبيب اسنان عرفنا منين لما كملنا what about your mother وماذا عن والدتك طبعا هي ايه ايت لها طبعا ممكن تقولها ان هي هي اه او she sorry she is an engineer هي مهندسة وكمان اكمل بقى اقول مثلا and i i like i like i like to be like i like to be an engineer too i like to be like here i like to be like here عايزة اكون زيه سألتها سؤال اقلت لها i want this job to design machines انا اريد هذه الوظيفة كي يسمم طبعا الات يبعا زي تقولها ليه او لماذا why do you want this job ليه بتريدي هذه الوظيفة قلت لها انا بريد هذه الوظيفة to design machine نكمل في بيش ده على الجرامر كنا شرحنا اه اللي هي ضمير الوصل هو وقلنا ان هو بيعود على فاعل او مفعول عاقل طبعا في الجملة التانية انا عندي جملتين طبعا ده ضمير واصل بيربط بين جملتين اه طبعا الضمير ده بيعود على عاقل في الجملة التانية يعني بدل ما قرر الجملة فاعل في الجملة التانية بستخدم ضمير الوصل هو بمعنى الذي او التي كمان شرحنا ده قاعدة مهمة جدا جدا اللي هي السؤال المزايل السؤال يأتي في نهاية الجملة الخبرية ويكون معناه الايس كذلك وبيتكون من فعل مساعد وضمير فاعل زي ما بنشوف كده في الاسئلة اه طبعا اذا كانت عندي الجملة مثبتة يبقى السؤال منفي والعكس طبعا لو في فعل مساعد في الجملة بستخدمه في السؤال اه في فعل نقص بستخدمها في السؤال وبستخدم ضمير الفعل الموجود في الجملة طبعا انا هنا لو ما فيش ضمير فاعل وفي اسم بستخدم طبعا الاسم اللي هو بيعود على الاسم كمان انا عندي لو ما فيش فعل مساعد بستخدم ياما دون طبعا يا دازنت يا ديدنت على حسب الفعل الموجود عندي هو مضارع او ماضي ويه لو مضارع مع الجامع او مع المفرد كل دو اكتر شرحناه في فيديو مفاصل شرحنا فيه جرامر اليونت بالكامل تقدروا طبعا تدخلوا على القناة وتتابعوا فيديو الشرح وانا ان شاء الله ستفلوكم اللينك في الوصف دخلوا وتفرجوا على الفيديو مهم جدا جدا بيقول كده في السؤال الاول أنت ابن عم علي عايز يقوله أليس كذلك أخد بالي هنا اول حاجة يو ار يو ار طبعا احنا هنقول ايه احنا المفروض ان احنا هنا هنستخدم السؤال ايه اللي هو الفعل المساعد اللي هو ار مفروض تبقى ار يو بقى ولكن هنا الجملة مسبتة يبقى احنا عايزينها منفية يبقى ار انت يو أليس كذلك يبقى اول حاجة احنا بنستخدم من الجملة الضمير والفعل المساعد اذا كان موجود عايز اقول ان المهندس المعماري هو الشخص اللي بيصمم المباني هو هنا بقى خاطط لي هو اللي هي بمعنى اللذي او اللتي في وسط ادوات الاستفاهام عشان طبعا يشوفني كده انا متأكد من اجابتي وفاهم القعدة ولا لا فاحنا هنا هنستخدم هو عايز اقول الشخص الذي يلتقط صور هو بيسمى المصور يبقى برضو هو معنى اللذي عايز اقول هي بيتتحدث اللغة الانجليزية اليس كذلك اخد بالي بقى ان احنا هنا السؤال نافي يبقى انا هنا عايز الجملة ايه الجملة عايز الجملة تكون مزبتة ما ينفعش استخدم نيفر لان ده نافي ودازنت برضو ده نافي يبقى انا هستخدم ايه وإز سبيكنج ما تنفعشي لان انا عندي هنا الفعل المساعد دازنت وليس إيزنت يبقى هنا هتستخدم شي سبيكس هي كان اساسها ان هي بتتحدث اللغة الفرنسية وطبعا مفيش عندي فعل مساعد يبقى بستخدم دازنت شي لان انا عندي الضمير شي يبقى دازنت شي أليس كذلك ناصر سوف يكتب لي عندما يصل هناك اخد بالي بقى ان انا هنا عندي الجملة مزبتة يبقى انا عندي هستخدم في السؤال النافي يبقى انا هستبعد ولي طبعا هنا في الجملة فعل نقص ولي بقى انا هستخدمه في السؤال بس تبعد isn't فانا عندي will not or want اخد بالي كده من حتة مهمة جدا ان احنا بنستخدم في ال question tag الصورة المختصرة وليس اللي هي دي لأ احنا بنستخدم المختصر اللي هي want فwill not وخطأ ال want هي الصحيحة سارا تريد انها تكون علمة احياء بحرية طبعا هنا الجملة مزبتة يبقى انا عايز السؤال ايه منفي اخد بالي يبقى انا هستبعد that she وis she بقى اما عندي isn't she او doesn't she هل isn't موجودة في السؤال طبعا مش موجودة ده انا عندي فعل اساسي بقى باستخدم doesn't she this is the person helped me at school عايز اقول ده الشخص اللي ساعدني في المدرس برضو هنا ضمير الوصل هو اللي هو الذي او التي بعد كده بيقول لي you like your job هل انت تحب وظيفته هاخد بالي برضو ان هنا ايه ان الجملة ايه مزبتة يبقى انا عندي السؤال نافي يبقى هستبعد does وهستبعد هاز يبقى انا عندي don't or doesn't you بتاخد don't يبقى don't you احمد has a new car احمد لديه سيارة جديدة he اخد بالي برضو ان هاز هنا فعل اساسي ومزبت يبقى انا هستخدم ايه doesn't he نكمل في page 225 you can find vitamins in many kinds of food انت تقدر ان انت تجد الفيتامينات في انواع عديدة من الطعام انا عايز هنا can مزبتة هستخدمها في الايه في السؤال منفية يبقى can't you اليس كذلك والدينا بيكونوا متعاونين عايز اقول ان هم اليس كذلك طبعا هنا دي جملة فيها اسبات يبقى انا هستخدم اللي فيها نافي ولكن اخد بالي بقى ان هنا بنستخدم aren't جمعي بقى الضمير زي يبقى aren't they اليس كذلك انا صديقك اخد بالي بقى ان ايام تحول sorry ايام تحول الى aren't ايام تبقى aren't i بعد كده سؤال سؤال التصحيح بيقول can you name a person who is taller than you هل تستطيع ان انت تذكر اسم شخص الذي اللي هو بيكون يعني اطول منك يبقى طبعا هو اللي هو اللذي او التي في السؤال المزيل الدولي يبقى انا هستخدم هنا ايه will ولكن اخد بالي ان will هنا ايه مزبتة يبقى هنا في السؤال هتكون ايه منفية يبقى won't forget you want to be a nurse انت او انت تريد ان انت تصبح مبردة doesn't you اليس كذلك طبعا هنا ما عنديش فعل مساعد باستخدم don't او doesn't ده فعل في المضارع معيو باستخدم don't وليس doesn't don't you you did your work last night انت اديت الوجب بتاعك الليلة الماضية don't you اخد بالي ان did هنا فعل اساسي بمعنى ادى ولكن فعل في الماضي يبقى نستخدم الفعل اللي هو مساعد didn't يبقى didn't you اليس كذلك اذا كانت الجملة مزبتة السؤال من فيه والعكس بعد كده بيقول لي soha speaks english well soha بتتحدث اللغة الانجليزية جيدا didn't she اليس كذلك برضو هنا عندي speaks هنا فعل اساسي ولكن طبعا في المضارع باستخدم don't او doesn't فهنا هستخدم doesn't علشان she بقى doesn't she this is the footballer who scores many goals عايز اقول النفاة دي او هادي هو لعب كرة قدم بيحرز اهداف كتيرة يبقى هو اللي هو اللذي او التي they bought a new car هم اشتروا سيارة جديدة did they ليس كذلك اخد بالي ان بود ديت ايه ماضي يبقى هستخدم didn't ليستخدمت didn't منفية لان عندي جملة في الاسبات this bag is heavy هذه الحقيبة سقيلة is it ليس كذلك اخد بالي ان انا بستخدم هنا الفعل المساعد الموجود في الجملة ولكن الفعل في الجملة مزبت يبقى استخدمه في السؤال منفي tooka like bob music tooka بتحب موسيقى البوب does she اليس كذلك برضو نفس الحكاية doesn't لان الجملة مسبتة وفيها فعل اساسي في المدارع البسيط مع مفرد a nurse is the person which looks after sick people عايز اقول الممرضة هي الشخص اللي بيعتني بالمرض يبقى هو اللذي او التي للعقل he went to school early هو ذهب للمدرسة مبكرا doesn't he اليس كذلك برضو ونت في الماضي يبقى didn't selma is the woman when stole my wallet selma هي الامرأة اللي سرقت طبعا المحفظة بتاعتي يبقى هو mona has got a car mona لديها سيارة have she اخد بالي بقى ان has got هنا has فعل مساعد يبقى استخدمه في السؤال ولكن اخد بالي ان هو هنا مزبت يبقى في السؤال حيبقى امام فيه يبقى hasn't she نكمل في page 276 ده general exercise على الدرس الاول والدرس التاني السؤال الاول ده سؤال listening سؤال استماع زي ما ده ما بنقول حاول ان انت تقرأ الاسئلة قبل ما تسمع من النصة اخد كده فكرة عنها علشان انت بتسمع تقدر ان انت تجاوب بكل سهول نسمع كده مع بعض بيقول لي هانا wants to be a marine biologist a marine biologist studied the ocean the plantes and animals in it she is good at science and she love the oceans طبعا بيقول لي هانا wants to be a هي عايزة تكون marine biologist marine biologist study the ocean and the plantes and animals الحيوانات والنباتات الاثنين هانا is good at هي جيدة في الساينس she loves the ocean هي بتحب المحيط السؤال الثاني ده سؤال الديالوج بيقول لي سامر and nada are talking about their future job ندا و سامر بيتكلموا عن وظائفهم المستقبلي فسامر بتقول لها how are you كيف حالك ده سؤال سهل جدا اجابته مثلا i am fine thanks انا بخير شكرا لك ممكن تقولها i am fine بس او ممكن تقولها i am fine thanks انا بخير شكرا لك فبيتقول لها why don't we talk about our future jobs بتكتري حالا بتقول لها وليما لنا نتحدث عن وظائفنا المستقبلي تقول لها مثلا that's a good idea دي فكرة حلو that's a good لان هي هنا بتقبل الاقتراح that's a good idea سألتها سؤال قدت لها my favorite subjects are english, math and science مواد مفضلة او مواد الدراسية المفضلة هي الاغة الانجليزية والرياضيات والعلوم يبقى عايزة تقول لها ما هي موادك الدراسية المفضلة يبقى what are طبعا هنستخدم الجامع ومواد تحول الى your what are your favorite subjects ايه هي موادك الدراسية المفضلة قدت لها الانجليزي والرياضيات والعلوم what about you ماذا عنك قدت لها my favorite subjects are science and english مواد الدراسية المفضلة هي العلوم واللغة الانجليزية سامر سألتها سؤال تاني قدت لها i want to be a teacher انا عايزة اكون ايه مدرسة يبقى عايزة تقول لها ماذا تريدي ان تكون طبعا هنا واطل هي ما او ماذا فعل في المضارع البسيط يبقى الفعل المساعد لان انا هستخدم الفعل you what do you want to be ماذا تريدي ان تكوني او ان تصبحي قدت لها i want to be a teacher عايزة اكون ايه مدرسة فبتقول لها and you وانتي هممكن هنا مثلا تقول لها i want to be a doctor اي وظيفة بقى i want to be a doctor انا عايزة اكون ايه طبيبة we all work to achieve our dreams كلنا طبعا بنعمل كي نحقق اهدفنا بعد كده سؤالة بيقول لي he give me some note about how to be a clever student هو اعطاني بعد ايه عن كيف اكون طالب ماهر يبقى هو اعطاني بعض الادفايز اللي هي النصيحة اما روبوتس انسان قال لي oceans محيطات كورالز اللي هي الشعاب او المرجال it's important for a marine biologist to not water from the ocean عايزة اقول ان هو طبعا مهم بالنسبة لي اللي هو عالم الاحياء المائية ان هو ايه المية من المحيط يبقى تاستي تاستي يختبر طبعا مهم ان هو يختبر المية اللي هي من المحيط اما كلكت يجمع ده مش يتلف send yourself محمد صلاح اذا فوتبلر محمد صلاح ده لعب كرة قدم هو not a lot of goals عايزة اقول اللي هو بيحرز الكثير من الاهداف scores اللي هي يحرز اما teaches يعلم meets يقابل takes يأخذ نكمل my brother likes taking photos اخويا بيحب التقاط الصور he wants to be هو عايز يكون ايه photographer اللي هي مصايم dentist طبيب اسنان انجينير مهندس biologist عالم احياء he visits his uncle every friday هو بيزور عمه كل يوم جمعة عايزة اقول اليسة كذلك اخد بالي بقى ان انا عندي هنا فعل اساسي في المدارع البسيط وفعل مع المفرد يبقى هقول doesn't he حبيبة is a girl not always gets high marks عايزة اقول حبيبة هي البنت اللي دايما بتحصل على درجات عالي يبقى هو الذي او التي not work with doctors to take care of sick people عايزة اقول الي بيعمل مع الاطباء ليعتني بالمرضة هم النيرسيز اللي هي الممرضات اما patients اللي هي مرضى architects اللي هما مهندسين معماريين writers اللي هما كتاب بعد كده بيقول لي i didn't like this book انا لم احب هذا الكتاب i thought it was انا اعتقدت انه هو ايه طبعا terrible فضيع لانه ما حبهوش اما beautiful جميل amazing مدهش interesting what about the note of the test وماذا عن ايه للاختبارات قال له you have succeeded انت نجعت يبقى هو عايز يقول له وماذا عن causes اسباب reasons اسباب ولا jobs وظائف ولا results نتائج يبقى يقول له وماذا عن نتائج الامتحانات طبعا has got a new bag عنده حقيبة جديدة not he اخد بالي ان هاز هنا فعل مساعد لان معها got يبقى هنستخدمها منفية يبقى hasn't he بعد كده سؤال correct اكتب يقول لي she was here yesterday هي كانت هنا بالامس not she اخد بالي ان هنا was فعل مساعد بس تخدمه فيه السؤال المزيل وهنا مثبت يبقى طبعا في السؤال حيكون من فيه بقى wasn't she ليس كذلك this is the engineer وده المهندس who's designed this machine اللي صمم القلة طبعا هنا عندي هو اللي هي اللذي او اللتي girls are quieter than boys البنات اكثر هدوءا من الاولاد isn't she ليس كذلك اخد بالي ان جرلس جامعي بقى هستخدم بدلها الضمير z واخد بالي ان r طبعا هنا هستخدمها منفية هنا مثبتة هستخدمها في السؤال منفية يبقى aren't they ليس كذلك احمد ان عمر احمد وعمر اثنين play chess on friday بيلعبوا شطرانج يوم الجمعة او ايام الجمعة aren't they ليس كذلك اخد بالي ان انا عندي هنا play فعل اساسي بقى استخدم في المضارع البسيطي اما don't اما doesn't احمد وعمر جامعي بقى don't see بعد كده البراجراف about marine biologist اللي هو عالم احياء بحرية وده مجاب عنه في نهاية الكتاب